أعزائي المشاهدين في قناة التداول العربي نرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن موضوع مطروق كثيرا عليه بحث كثير يعني لاحظت أن أخوان كثير من الأخوان بيسألوا عنه وهو موضوع كيفية استعادة الأموال من شركات التداول النصابة شركات الاستثمار النصابة الشركات التي تدعي أنها تربح لك وتتداول لك وبعد أن ترسل أموال لها يبدأون بالحجاج والدرائع الكثيرة طبعا هذه الشركات كثيرة جدا كثيرة شركات نصب والاحتيال في مجال التداول وفي مجال الاستثمار عبر الإنترنت في الذهب العملات وكل أدوات شركات كثيرة جدا شركات نصب واحتيال كثيرة جدا لكن نريد أن نركز على الطريقة التي تساعد نفسك فيها بعد أن تتعرض لعملية نصب والاحتيال في البداية عليك دائما نحذر من الشركات أي شركة تدعي أنها تربح لك ربح كبير ومضمون وتدير الحساب بربح كبير ومضمون هذه الشركة نصابة ابتعد عنها لا تصدق أي شركة تدعي أنها تربح لك أرباح كبيرة ومضمونة لا يوجد شيء اسمه ربح كبير ومضمون في مجال التداول أو أنه شركة تستثمر لك أموالك وتدير لك حسابك بربح كبير ومضمون هذا نصب واحتيال احذر من هذا الموضوع الآن بالنسبة لاستعادة الأموال من الشركة النصابة يعني نحن نفترض أنه الآن تعرض الشخص تعرض الضحية لنصب والاحتيال من هذه الشركات كيف نحن الآن ممكن نسترجع هذه الأموال كيف الطريقة اللي ممكن نحن بأسرع وقت ممكن نستطيع نسترجع جزء من الأموال اللي سرقت هذه الشركات طبعا نحن عندنا في البداية إذا أرسلنا الحوالي للشركة النصابة والوهمية اللي نصبت علينا طبعا احذر أن ترسل لهم أي مبلغ آخر لأنه إذا طبعا هم غالبا بقول لك ارسل لنا مثلا كمان خمس آلاف أو ثلاث آلاف كذا عشان نغطي مثلا كذا التأمين أو بدل تأمين أو الرسوم أو إلى آخره ذا رائع وحجج كثيرة وأهمية ونصبة لا ترسل لهم أي فلس آخر لأنه إذا أرسلت لهم فلوس أخرى سيسرقونها مرة أخرى ومشكلتهم من هذول موقعهم غير معروف يعني موقعهم خلنا نقول على أرض الواقع ليس لهم موقع يكونوا عبارة عن موقع وهمي على شبكة الإنترنت فقط الآن إحنا إذا أرسلت أنت فلوسك عن طريق الفيزا خلال شهر أو شهرين ممكن أن تسترجع هذه الأموال كيف؟ بتروح البنك اللي أعطاك الفيزا اللي حولت لهم الشركة النصابة الفلوس عن طريق هذه الفيزا البنك اللي أصدر لك الفيزا بتقول لهم هاي الشركة نصابة وهمية قرصنت بطاقتي وحولت لهم الفلوس وتبين إنها شركة وهمية ونصابة وشركة تداول غير حقيقية بدي أنتوا الآن أريد منكم أن تتواصلوا مع شركة فيزا أو مع شركة مستركات يعني شركة البطاقة نفسها على أساس أنوا تبلغوهم أنها هاي الشركة وهمية ونصابة عشاس يحجزوا على أموالهم الموجودة لهاي الشركة شركة فيزا بتقوم بعد ذلك بالحجز على أموال تلك الشركة النصابة واستعادة ما يمكن استعادته لك هذه العملية يعني أنت بتقدم بتروح البنك بتقول لهم أنا تعرضت لنصب واحتيال من شركة أو دعت فلوس وهاي الشركة قرصنت بطاقتي وسرقتها الآن البنك وظيف تواجبه أنه يتواصل مع شركة البطاقة الاعتمان اللي هي شركة فيزا أو ماستركار بتواصل معها بيقول لهم أنه فلان إحنا عندنا عميل بالبنك أعطينا بطاقة فيزا ودصبت عليه شركة هاي موقعها ونهاي الشركة نصابة وهمية وقرصنت بطاقته شركة فيزا لما تأخذ هاي المعلومة من البنك بتقوم إيش بالحجز على الأموال الموجودة لهذه الشركة وممكن في هذه الحالة بالنسبة كبيرة لأنك في أمل كبير أن تستعيد الأموال الآن أي بطاقة استخدمتها بتقدم للبنك شكوى بتواصل مع شركة هاي البطاقة في بعض الأشخاص بيستخدموا بيبال مثلا الشركات اللي تنصب عليك عن طريق بيبال بتحولهم مع طريق بيبال بتواصل مع بيبال بتفتح كيس بتقولهم برضو كده بتعطيهم الأدلة إنها نصبت عليك وإنهم مش راضين يحولونك فلوزة برضو بيبال بيعتز على أموالهم ممكن يستعيد الأموال لهم طبعا كل ما أسرعت بهذه العملية ممكن أنه أنت تحصل يكون الأمل أقوى إنك تستعيد أموالك اللي انصرت عليك فيها هاي الشركة الآن الحالة الثالثة إذا حولت الفلوس عن طريق حوالي بنكية إذا حولتها لحوالي بنكية خارجية مباشرة هاي بتكون حالة صعبة جدا أما إذا حولتها لوسيط أو ممثل لهاي الشركة النصابة داخل بلدك مثلاً تحولت داخل السعودية وداخل الإمارات لشخص له حساب بالسعودية والإمارات بتقدم شكوى جنائية عادية في المحكمة على هذا الشخص أول إيش تتواصل معه بتقوله أنا فأشتك عليك أو ترجع لي الفلوس إذا رجع لك الفلوس أوكي ما رجع لك الفلوس تشتك عليه الآن هما الشرطة المحكمة بتجيبه بصير عليه قضية إنه هو ممثل لهاي الشركة النصابة يعني هو جرمه الآن وإنه ساعد في النصب والإحتيال من موقع نصاب محتال على المواطنين أو المقيمين داخل دولتك الآن كل ما أسرعت أكثر بتكون فرصتك أكثر يعني خلال أول شهر خلال أول سبوعين بتكون قوية جدا خلال أول شهر بتكون قوية خلال الشهر الثاني بتضعف الفرصة بعد شهرين بتصير ضعيف شوي الآن أنت طبيعي بأي مراسلات أنت مع البنك بتقدم لهم طبعا بتقولهم إنه هذول مثلا أنا فتحت الحساب معهم قبل فترة ونصبوا عليه وحتالوا إلى آخرين بتقدم لهم رقم حسابك بتقولهم هاي رقم الحساب الفتحولية سكرينشوت ورقم الحوالي لما حولتها إلىهم أو ترانزاكشن عملية التحويل عن طريق الفيزا على أساس أنها تكون أدلة متكاملة طبيعي دائما لا تتداولوا إلا بشركة موضوقة في موقع اسمه وين شارج باك بكتبوا لكم رابط إلو موقع هذا بتقدم له طلب لكن لا تتقدم طلب من خلال أنك تدفع فلوس هذا بساعد باستعادة الأموال من خلال التواصل برضو مع شركات الفيزا أو شركة بيبال إلى آخرين لا تشترك بالاشتراك اللي عندهم هذول وين شارج باك اللي بتدفع فلوس بتقبل مثلا بقول لك في خيار أنه تدفع لنا ثلاثين بالمئة من الأموال مستعادة هذا الخيار مجالي لا تدفع ولا قرش يعني نهائيا حتى مع هذه الشركة البريطانية وين شارج باك اللي بتدفع فلوس نهائيا اختار البكتج أو الحزمة اللي بتعطيك أنه يرجع لك فلوسك ويأخذ منها ثلاثين بالمئة برضو ممكن أنت تجرب أنا بحط لك رابط لون شارج باك في الأسفل طبيعي دائما أي شركة بتقول لك نحنا بنربح لك ربح كبير ومضمون أو بنعطيك توصيات مضمون تربح هذه وميون الصابة لا تدول فيها التداول الأساسي أنك تتعلم بنفسك بتشوف الشوق السوق شو فيه فرص بتطبق تتعلم على حساب تجريبي وإذا ما عندك خبرة بتطلب حساب تجريبي تتدرب عليه وتطلب من الشركة نفسها اللي بتكون موثوقة اللي بتكتفتح فيها حساب أنه تدربك بتعطوك تدريب مجاني على تدريب مجاني شامل طبيعي وننصح دائما فقط بشركات مرخصة من بنك مركزي خليجي ومقرها في نفس الدولة على سبيل المثال شركة ADSS الإماراتي مرخصة من بنك الإمارات المركزي مراقبة مراقبة تامة وفيها تأمين لكل الحسابات ولكل الأموال الآن شركة ADSS الإماراتي بننصح فيها لأي شخص بديو الدول العملات الرقمية الذهب النفط الأسهم الأمريكي إلى آخره شركة فيها رفع مالي لحد واحد إلى أربعمية بتدربك تدريب شامل مجاني وبتعطيك تحليل يومي يشامل للسوق إضافة إلى أنه فيها حسابات إسلامية وتجربية مصغرة وبتقدر تودع وتسحب في أي لحظة بسهولة وبأمان الآن رابط تسجيل في شركة ADSS الإماراتي بدون وصير وبدون عمولات www.saudi.co.srode.co الرابط موجود في الوصف أسفل هذا الفيديو وكما ستجد أيضا رابط لشركة وينتشارجباك اللي بتساعدكم البريطاني بتساعدك بساعدة الأموال لا تدفع أي قرش لوينتشارجباك أو لغيرها نهائيا أي شخص بتدعي أنه محامي بساعدك هذا بكون يدعي أنه محامي هو ليس محامي حقيقي لا تبحث عن محامين لأنه هم سلسلة أخرى من سلسلة النصب والاحتيال وأنا أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته